كلام حلو دائماً كلام حلو عن النادي الاهلي كلمنا كتير عن النادي الاهلي وعظمة النادي الاهلي كالعادة يعني في البطولات الافريقية وكل البطولات دائماً وأبداً النادي الاهلي فوق في العلالي بحسب مصدر في النادي الاهلي هيبقى فيه مكافئات كبيرة جداً للجهاز الفني ولعب النادي الاهلي تبقىً للاقيحة بعد الفوز وبطول الدوري أبطال أفريقيا مبدأين كده مارس الكولر وجهازه المعاون هياخده راتب شهرين راتب شهرين كلر الجهاز المعاون بياخدوا كم أصلاً في الشهر حوالي 20000 ألف دولار يعني كلر الجهاز المعاون هياخدوا مكافأة البطولة دي 440 ألف دولار حلال عليكم لعيبة النادي الأهلي هتاخد كم بقى كل العيب في النادي الأهلي هياخد مكافأة أقصاها 350 ألف جنيه يعني هي أقصاها 350 ألف جنيه يعني بحسب المشاركات اللي بيشارك في كل المباراة خد 350 ألف جنيه خلاص وبعد كده هتبدأ تقل بحسب مشاركات كل لعب في المباريات كابتن خالب بيبو هيعمل جلسة مع جهازه الإداري عشان يضع قائمة مكافئات الفريق من أجل تسليمها إلى الجهاز أو الإدارة المالية بالنادي بهدف اعتمادها وصرفها للفريق ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وحلال على لعاب النادي الأهلي والجهاز الفني المكافئات بالمناسبة كابتن أو مارس كولر المدير الفني للنادي الأهلي منح لعاب الفريق راحة سلبية من التدريبات حتى يوم 2 يونيو القادم بعد التطويق بيئة البطولة الأفريقية نادي الأهلي مستني إبلاغه رسميا بتأجيل مباراة الألمانيوم في دور الـ 32 بكأس مصر اللي كان مقرر لها يوم 29 مايو وغالبا هيتم تأجيلها زي ما هيتم تأجيل مباراة أيضا الزمالك وبروكسي يعني ايه ليه؟ هي ليه علاقة بالعدد يعني كان الكابتن يعمل حسين قبل كده قال إنه في عدد معين لو اتخدوا منك لمنتخب عدد كبير يعني أنت هتأجل لك مباراة طب لو 1 أو 2 لا هتلعب هتلعب عادي المباراة بتاعتك وبالتالي الأهلي قريدي من لعاب منتخب مصر فقط 10 لعبين الزمالك عند 4 غير المحترفين فالزمالك اللي قال مية في المية هيتم تأجيل مباراةهم القادمة في كأس مصر بالمناسبة كولر وجهازه المعاون هيقضوا الأيام اللي جاية أجازة خارج مصر لحين انتهاءها اللي هتبقى يوم 2 يونيو إن شاء الله